اشتركوا في القناة سجلات أنه تم تسجيل 116 سجلا نشطا دون ترخيص وخمس شركات نشطة ومن أبرز الشركات المسجلة شركة الخليج للمناولة التابعة لشركة طيران الخليج القابضة والتي تنشط في مجال مكاتب التخليص الجمركي برأس مال يبلغ 20 ألف دينار وبحسب بيانات سجلات فإن الشركة لا تزال في طور استكمال الحصول على الترخيص اللازمة لمزاولة النشاط من قبل شؤون الجمركي وشؤون البلديات كما تم تسجيل خمس شركات برأس مال 66 ألف دينار منها ثلاث شركات برأس مال 20 ألف دينار لكل شركة منها في خبر آخر أظهر تقرير جديد لهيئة تنظيم الاتصالات عن تحسن في أداء بيانات الهواتف المتنقلة للجيل الرابع وذلك في الفترة من الربع الأول إلى الربع الثاني من العام الجاري 2017 وقد بينا التقرير حول جودة خدمات النطاق العريض للنصف الأولي من العام الجاري بينا أن متوسط سرعة خدمات البرودباند ازداد إلى 23 ميجا بايت في الثانية في الربع الثاني من العام بعدما كان يبلغ متوسط سرعة هذه الخدمات 16 ميجا بايت في الثانية في الربع الأولي من نفس العام هذا وقد بلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات لبقات النطاق العريض الثابتة للقطاع السكني 6.5 ميجا بايت في الثانية حيث ظل هذا المتوسط دون تغيير بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري شهدت السوق المحلية مشاهدين انخفاضا ملحوظا في أسعار العديد من الخضار والفواكه بنسبة بلغت 40% مدعومة بانتعاش المعروض على حساب الطلب مع تحول الحركة التجارية من قطر إلى البحرين بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحات الإرهاب التفاصيل في تقرير زميل محمد الجيوسي أكثر من شهرين مرت على أزمة قطر وما تزال الدوحة تعاني الأمرين من المقاطعة العربية والتي كلفتها شحا في السلع الغذائية وارتفاعا في أسعارها الأمر الذي كبدها خسائر بمليارات الدولارات يقابل ذلك كله معروض يفوق معدلات الطلب من الأغذية في السوق المحلي بفضل توجه بوصلة الحركة التجارية الإقليمية نحو البحرين وضع السوق عامة يعني الحين عندنا كميات بضاعة يعني تنزل في البحرين ما شاء الله خلال هاي شهرين أقبل الأزمة التي صارت مع دولة قطر ومعظم التجار مثل في الأردن وفي مصر وفي السعودية البضاعة التي قاعدت تروح على قطر فتحولت إلى البحرين فهي الأسباب من كميات الزايد اللي صارت صارت في صالح اللي هو المواطن والمستهلك يعني كميات اللي نزلت انخفاض في نسبة الأسعار في بعض الأسعار 30% في بعض البضايا 40% فما شاء الله يعني تقارير الأحصاء والجمارق اللي يدش البحرين بالنسبة لجزر ملك فهد وميناء خليفة بن سلمان كميات زادت 800 طن مما لذ وطاب من خضار وفواكها حصيلة ما يدخل عبر جميع منافذ البحرين الرئيسية على أساس يومي ومن مختلف بلدان المنشأ المجاورة وغير المجاورة ليجعل المستهدكين في المملكة أمام خيارات لا حصر لها من المنتجات الغذائية الوفيرة وبأسعار أرخص بكثير من دول المنطقة أبرز الصلاة اللي هم منتجات الأردنية منتجات المصرية ومنتجات من المملكة العربية السعودية وعندنا بعد من الهند وباكستان هاي المبجوات بس المبجوات منتجات الأصلية البضاعة الاستهلاك اليومي هذا اللي زادت فيه بالذات بالنسبة للبنان لسوريا وللأردن هاي الكميات اللي جاءت إلينا زيادة ومصر فهذه الكميات اللي زادت هاي سبب انخفاض الأسعار يعني فيها بطاطا عندنا البصل عندنا كافة أنواع البطيخ والشمامات وعندنا كافة أنواع الخضار والفواكه الصيفية اقتصاد قطر يختنق منذ فترة طويلة فاعتمادها على وارداتها الغذائية من البحرين والسعودية والإمارات بنسبة 90% انعكس عليها سلبا وبمعدلات لسابقة لها دون أن تجد بدائل ناجعة لورطتها الكبيرة تلكتن المجال لأشقائها في تعظيم تجارتهم البينية وأمنهم الغذائي في محيطهم الخليجي والمشاهدين نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة مشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لبداية تعقداته هذا الأسبوع وكما نلاحظ على الشاشة معظم البورصات الخليجية أغلقت في المنطقة الحمراء السوق المالية السعودية أغلقت بانخفاض نسبته 0.23% عند مستوى 7148 نقطة وتصدر انخفاض قطاعي البنوك والعقارات بورصة الكويت التي كانت الوحيدة أغلقت على ارتفاع بنسبة طفيفة جدا 0.02% عند مستوى 6846 نقطة مدعوما بنشاط أسهم قطاعي الاتصالات وأيضا الخدمات المالية سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفض أو تراجع بنسبة 1.10% عند مستوى 4500 نقطة وذلك كان بتأثير من نشاط أو تراجع نشاط أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات فيما سجل سوق دبي المالي انخفاضا بنسبة 0.68% أو 86% عند مستوى 3615 نقطة ويعود سبب الانخفاض لضعف التداول على الأسهم المدرجة في قطاع العقارات والإنشاء الهندسية التي تعول عليها كثيرا سوق دبي المالي سوق مسقط الأوراق المالية أيضا تراجع بنسبة تقارب نصف نقطة مئوية عند مستوى 4969 نقطة بسبب تراجع التداول على أسهم قطاعي الخدمات وأيضا الاتصالات برصة البحرية المشاهدين أغلقت بنسبة طفيفة جدا 0.11% عند مستوى 1322 نقطة وذلك عائد انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجاري وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وخمسمائة وسهم واحد بقيمة إجمالية تجاوزت 575 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 74 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 40% من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر